يطول أمد الحرب في اليمن فترتفع وطيرة الانتقادات على أداء الشرعية فما حدث في عدن ألقى بظلاله الثقيلة على مصير الدولة المحمولة على كتف الشرعية فيما الشرعية بات قرارها ليس بيدها كما يبدو اليمنيون يعيشون مأزق الحرب وتداعيات انقلابين في شمال الوطن وجنوبه يبدو صمت الرئيس هادي وحكومته عن الجريمة جريمة موازية كما يقول متابعون بات من الواضح أن الحكومة التي يجدر بها أن تعمل كفريق واحد قد أصبحت كجزر متباعدة وكل يعمل وفق مصالح الشخصية بعيدا عن فكرة استعادة الدولة ربما هذا كان أحد الأسباب التي حالت دون اجتماع مجلس النواب الذي يخشى منه أن يواجه شلل الحكومة وإخفاق التحالف أو يعرضهما للمساءلة القانونية والشعبية قانونية فأنا أعيب ماذا أقول البرلمان كان جاهزة وتوفر النصاب يعني ربما البعض يتصور أنه عدم العقادة البرلمان هو عدم توفر النصاب توفر النصاب عدد الموالين من النواب يومها كانوا أكثر من 140 عضو برلمان كان فقط نحتاج للنصاب إلى 137 وهناك نواب كثير كانوا خارق اليمن خارق البلد ليسوا في المملكة العربية السعودية ولا في اليمن ولا في دولة الإمارات كانوا في دول أخرى كانوا جاهزين لو أنهم رأوا شيء من القدية ولهذا الذين منعوا البرلمان من العقادة التحالف والشرعية نفسها يشكك مراقبون بسلامة قرارات ومواقف الرئيس هادي إذا أما يحدث وتدور تساؤلات حول تقييد صلاحياته من قبل التحالف وتحديدا اللجنة الثلاثية يصارع اليمنيون على جبهات عدة أبرزها المقاومة على الأرض ومكافحة حزمة كوارث مميتة تبدأ من الحرب والمجاعة والأوبئة ولا تنتهي بالجماعات الناشئة خارج سياق الدولة وبين هذا وذاك يتساءل الناس عن إمكانية تحرير القرار السياسي للدولة هذا إذا كانت نوايا التحرير جادة أما إذا باتت الحكومة مرتهنة لمن يدفع مرتباتها فذاك شأن آخر